نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحية الحرب مؤتمراً صحفيًا للاحتفال بمناسبة الذكرى الوطنية ليوم الشهيد وذلك تزامناً مع بد احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم تم من خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن أنشطة وفعليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام تزامناً مع بد احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم نظمت جمايات المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية تم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام وأكد اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمايات المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكر استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض والذي عكس تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية وأن ذلك الاحتفال يأتي تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين جسدوا بأرواحهم أسمى معاني الوطنية والفداء وصطروا أرواع الملاحم البطولية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابل عمليات الحربية تقديراً لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن